موسيقى كل واحد عارف دوره كويس تمام يا باش خد ابراهيم مقبول يا باش ايه دي قم بالا من ايه ما نعدمها هترميها جوهو المبنى اللي في اخر الشارع المبنى ده كمبنى تابع للتحقيقات تابع المخابرات الاسرائيلية وهو دلوقتي تحت الاصلاح ما فهوش حد خالص مش معنى المبنى ده بس اللي حنفجرها باشا ليه ما نفجاشي اكتر عشان ربنا كافينا اكتر احنا مش جايين نقتل يا شوح حسن احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي مش عايز غلطة ده كل حاجة ماشية حسب الخطة اللي نرسمها كلنا بكرا الصبح هنبقى في مصر وكل واحد حيبقى مع ملايين من الدولارات هاني ها يلا مع ابرهيم عايز كل حاجة تبقى طبيعية عايز نقي عايزany عايز 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 هاني انا فيه سؤال كاتمه في قلبي من غزة لتلق ابيب ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في ضحية حد قالك انه عنيك حلوة جدني حد قالك ان انت انسي مش طبيعي الله ليه بس كده ووقت الكلام الفارغ داي ابراهيم يعني يا حبيبتي لو الواحد معبرش عن اللجواه في اي لحظة ممكن يفرقع يطق طبي الله طبي الله شالوم 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 ايه ابراهيم انت متأكد ان كنت فتحت تقوم في القبل بترميل إلا متأكد يا باشا كن بلا جول مابنى وجهزة للانفجار وما انت في ايه يا شي حاسر مش عارف انا ايب ايه بس كل اللي اعرف ان انا عمل كل حاجة صح بسم الله الرحمن الرحيم برك الله فيك يا شي حاسر يلا 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 لقالي كل الهدوك بتسوط بمجرد واتبالفيني لقالي كل الهدوك لفرق للمنحة بتسوط واحد انت اصدقêtre شيء اصدق són اشتركوا في القناة ايه ده كان فيه سري حديد هنا ايه اللي شاله المسافة كبرت مش عينفع هنطوها يا باشا نطي ايه مش عينفع هننزل تحت نهدأ شوية كم يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه لا يا باشا مش هننزل انا هنطوها تنطي مين يا ابني المجنونة دكتور من تمانية متر نفذ الامر يلا كلنا هننزل لا يا باشا انا هنقط احنا مجناش كل ده عشان نرجع ايه دوره وإيده قدام خطة ساتك هتنفذ وزي ما قلتنا بالزبط انا قلت لا انا مش جاي بك هنا عشان تموتوا العمار بيدي الله يا باشا وحيات ابويه مهرجع مهما حصل ما تخافش علي يا باشا ما تخافش انا المرضي مش حافش علي انا حاس ان انا حنجح ان شاء الله لا ابو سيدك يا باشا ما تحرميشهم فرصة دي والله العزوم ثلاثة حاجبها ثلاثة ربع النجاح لو حد بيحس بيه قبل ما يصله قلت لك لا يا باشا انا لما اخسرت في الاولمبيات كنت عارف ان اخسر حتى قبل ما نط ان انا المرضي حاجبها والمصحف الشريف حتيجي انا زمان اباشا كنت محبط وارفو انا مش طايق حياتي ما كانش عندي رغبة ان انا اعمل اي حاجة ان انا دلوقتي حاس ان انا انسان تاني انا كنت ضائع يا باشا انت خلتنا لقي نفسي ابو سيدك سيدنا نط اسمع كلام ناجي بيا حسين نا يا باشا حتى لو لغيت العمالي يا باشا حتى لو كلكم زلتوا تحت وستطولي انا حستاني الان لوحدي وحاجري ونط الناحية تاب حسين انت تجننت ده ابراهيم ما تجننتش بالعكس انا عاقل جدا وعارف انا بقول ليه كويس والعلمك انا مش هنط النط دي عشان خطر الفلوس انا كل اللي كنت عايزه من الفلوس ان نعمل عملية ابو ايا انما انا ما بحبش الفلوس انا سيخة في نفسي رجاية يا باشا ودي بالنسبة ليه يا نطة السيخة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة